رفضت المحكمة الرياضية الدولية طاس قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم بالعقوبات ضد المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز في قضيته مع حسن الشحات لاعب الأهلي المصري وقرر نائب رئيس قسم التحكيم الاستئنافي في محكمة التحكيم الرياضية في جلسة مغلقة الموافقة على طلب التدابير المؤقتة الذي قدمه محمد الشيبي في 12 يونيو 2024 ضد الاتحاد المصري لكرة القدم وفي السياق ذاته أوضحت المحكمة الرياضية الدولية أنه سيتم تحديد التكاليف الناجمة عن الأمر الحالي في قرار التحكيم النهائي أو في أي حكم نهائي آخر وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر إيقاف المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز ستة مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه بسبب مخالفة اللوائح باللجوء للقضاء المدني في أزمة حسين الشحات لاعب النادي الأهلي وجاء توقيف محمد الشيبي من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري لمخالفته لائحة النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ولائحة الاتحاد المصري لكرة القدم وكانت محكمة جنح مدينة نصر شرق القاهرة قد قضت بمعاقبة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بتهمة التعدي وسب لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي المغربي الجنسية وقضت المحكمة كذلك بحرمان اللاعب المصري من عضوية أي هيئة رياضية بعد ثبوت تعديه وسبه للاعب بيراميدز أثناء المباراة التي جمعت بين فريقيهما العام الماضي وانتهت بفوز بيراميدز بثلاثية نظيفة وغرمت المحكمة كذلك الحسين الشحات مئة ألف جنيه كتعويض مدني بعد ضربه لاعب بيراميدز محمد الشيبي المغربي الجنسية وكان الشيبي قد حرك دعوى قضائية ضد الشحات باتهامات الإهانة والسب والقذف بسبب واقعة اعتداء حسين الشحات على الشيبي بالصفع على وجهه عقب لقاء الفريقين يوم 23 يوليوز 2023 بالدور المصري والتي فاز بها بيراميدز بثلاثة مقابل صفر ترجمة نانسي قنقر